ولأن الاستقرار على الأرض تطلب تفاهمات سياسية لإدارة المحافظات يلاحظ مراقبون عدم تدخل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لتفكيك عقدة تشكيل الحكومة المحلية في ديالة لتفادي إحراج الإطار التنسيقي بأزمة داخلية المراقبون يقولون أن السودان يعرف جيدا حدود المناورة في ملفات الحكومات المحلية والتنافس بين قوى التنسيقي الشيعية وخاصة في محافظة ديالة التي تحتاج إلى توافق من نوع خاص وفق أرجحية المقاعد ومستويات النفوذ السياسية والعشائر ولا يستبعد المراقبون سيناريو السلة الواحدة في حكومة ديالة ومنصب رئيس البرلمان الجديدة حيث يشكل المكون السنية عنصر حسم في التنافس بين منظمة بدر ودولة القانون على تشكيل الحكومة المحلية ما يفرض التزامات في التنافس السنية على رئاسة البرلمان ترجمة نانسي قنقر